يا صباح الخير صباح النور كيفكن حبيب قلبي بتمنى تكونوا كلكم بألف خير انتو عم بتشوفوا فيديو اليوم التقص اليوم ما بحكي لكم الشمس طالعة الجو بيجنن كتير حلو التقص فاجعة بالنا وصفة حلو قلت بدي فوت عالمطبخ بدي شوف شو بدي اعملي شي اكلت حلو هيك عالسريع ما تاخد وقت والمطبخ بيجنن متل الفلخي ما في ولا ما علقت شوي بقلب المجلة بس هلا شوفوا من بعد التصوير كيف كيف الجلي بدو يتكوم وبدأت تخرب الدنيا ما علق رح اعمل جهدي قد ما فيني مزدت كتير جلي وادارك الوضع فاجعة بالي اليوم اعمل وصفة كاكة هي كاكة جوز الهند رح اعملها بطريقة كتير سلسلة ورح اقلكم خلال الفيديو البدائل للمكونات يلي مش متوفرة باغلب البيوت رح اقلكم اذا ما في هذا المكون في كنت استعمله مكون تاني انا متأكدة انه موجود باغلبية البيوت وصفة كتير سلسلة وكتير سهلة وبتنعمل هيك وكل حدا بحب الجوز الهند رح يحبها الوصفة كتير ويلا تنبلش بالبداية جهزت حدي كل الغراد يلي رح اعوزها بهيدي الوصفة طلعت اربع حبات بضي من البراد ضروري البض بهيدي الوصفة تكون بحرارة الغرفة ورح حط عليهم قدر ملعقتين صغار من الفانيليا عم فرجيكم اطرميز الفانيليا تقريبا ان صار خالص لازم نعمل فانيليا عن جديد فجبت انا عودان فانيليا من السوبر ماركت ان شاء الله بس اعمل فانيليا رح صورها تحت تستفيدوا هلأ الناس يلي متابعيني من قبل بيعرفوا انا كيف بعمل الفانيليا بس كرميل المتابعين الجداد ان شاء الله رح اعمله وشارككم الوصفة حطيت رشة خال وحطيت كوب ونصف من السكر سكر الحبيبات العادي ساعة هيدا الكوب 300 مل كرميل الناس اللي دايما تسألني بالكوب يلي تستعمليه قدى بساعة بساعة 300 مل رح اضربهم بالمضرب الكهربائي متل ما شفت اول شي خفقتهم بدون ما شغل المضرب لحتى ما يتليل الطاولة او المجلة يطرش الزيت والبيض والسكر وين ما كان فبحرقهم هيك على الخفيف برجع بشغل المضرب الكهربائي وبخفقهم ابدلني عم بخفق فيهن لحتى يصير القوام متل ما شايفين الكريمي واللون يبط الاصفر يكون اللون مي العبياض هلا طبعا لما عنده المضرب الكهربائي فيه يستعمل المضرب اليدوي ما فيه مشكله ابدا بس بتاخد شوية وقت اطول بالخفق يعني انا بالمضرب الكهربائي اخد معي دقيقتان بالمضرب اليدوي بده ياخد شي خمسة دقيق رح حط هلا نصف كوب من الزيت حطيت انا زيت زيتون اكيد في كتير ناس ما بتحب طعمة الزيت زيتون بالحلوية تحطوا زيت نباتي عادي ما بتفرق حطيت نصف كوب من الحليب السائل وهون بدي فارجيكم شغلي كتير ناس رح تعجبها هيدي الشغلي انه هدا حليب جوز الهند انا عملته عادي كليتنا بنعرف انه حليب الجوز الهند بيمبيع بسعر بيكوي بالسوبر ماركت فهلا بحكي لكم انا كيف عملته حطيت اول شي ربع كوب من حليب الجوز الهند فوق الوصفة ورح قلكن انا كيف عملته انا حطيت ثلاث ملاعق طعام من هدا الجوز الهند اللي فارجيت كونية بالكيس بنبيع باي السوبر ماركت حطيته بالركوة وحطيت فوق كوب ونصف من المي وغليتهم لمدة دقيقة بصير عندي حليب جوز الهند لكنه هلا الخليط السائل صار جهز عندي بيركنه عجناب وبجهز للخليط الجاف بحط كوب ونصف من الطحين او دقيق القمح وبحط عليه البايكينج باودر او خميرة الحلويات بحط تقريبا ثلاث ملاعق صغار بخلطهم شوي مع الطحين ورح حط كمان رشة الملاح رشة الملاح يلي لكل الحلويات هيك رشة على الخفيف عشان تعطيني توازن بالنكهات بنخلهم قد ما كون انا واسق من الطحين اللي انا جيبته والماركة تاعتو ممتازة لازم نرجع ننخلو لحتى نعبي فيه هوا لحتى نخلي الطحين ينفش بيعطينا النتيجة افضل من بعد خبز الحلويات او اي مخبوزات وبنفس الكوب رح حط كوب ونص من جوز الهند الكيس الاول خلص جبت كيس تاني لحتى كملهم على الكوب ونص وهيدي هي المواد الجافة كمان صارت جهزة لا احكي لكن هالجوزات هالجوزات انا نزلتهم معي من الضيعة هيدا جوز بلدي طعمتو رهيبة بدي احكي لكن عشغلي انو انا قبل كنت جيب الجوز مكسره جهزة من السوبر ماركت لما دقت هيدا الجوز بالضيعة قلت خلاص ما بدا كلام من هلأ ارايح الجوز بدي كسره عقيدة فاشتريت هيدا الادات يلي بتكسر الجوز ايا ستبت فيها تكسر في جوز وما بي يعني ما بيجوي لكن الدنيا وبيضل الشغل نضيف ومرتب وفينا نكسر فيه بكل سهولة بدي اطحن هلأ تقريبا نصف كوب من الجوز في ناس بتسميه عين الجمل رح اخد نصف كوب من الجوز طحنتو بهيدا المطحنة هلأ في ناس حتكتب لي ليلى طب انا ما عندي مطحنة انو شو بعمل فيكن تكسروه بالسكين او يلي عندو الفرامي او اهلنا بمصر بيسموها الكبة فرموها بالفرامي الكهربائي كمان تعطيكن تقريبا نفس النتيجة كنت شيلي الفيشة تيعل مضرب الكهربائي لحت حط المطحنة فهلأ رجعت حطيت الفيش وبخلط المكونات الجافي منيح مع بعضا وبضيفه عالخليط السائل بالتدريج ضيفو شوي شوي لانو وخفوقو شوي شوي لانو بيطرش لكون الدنيا الطحين المضرب الكهربائي من ما سوقو انو اول ما بتبلشو تخفقو بصير في هك نيفورة من الله طحين على المجلة او على طولة العمل وضفت كمان نصف كوب الجوز هلأ رح تلاحظوا القوام كيف رح يطلع عندي رح يطلع القوام اسميك شوي يعني ما انو متل القوام الكاك الشاي العادي او الكاك اليومي رح يطلع القوام اسمك لانو نحن ضيفين له جوز الهند والجوز هادي من الوصفات الجدا لذيذة احبائي اعملوها وصدقوني العائلة كلها رح تنبسط منك هتا برجع ابقول بخصوص زيت الزيتون في كتير ناس انا بعرف ما بتحب طعمة الزيت زيتون بالحلويات فيكن تستبدلو بزيت الزراء اي زيت نباتي متوفر عندكن مفي مشكلة واذا حابين تستبدلو بالزبدة كمان فيكن تحطو نفس الكمية بتحطو نصف كوب من الزبدة بس تكونو مدوبينة هلا بعد ما خلطت المكونات كتير منيح هيدي الحركة انا بحبها كتير اني حط كاف نيلو وشيلي شوية تسامني بايدي وادهانة بدون ما استعمل الفرشي سيليكون متوفرة تقريبا بكل اللي بيوت فينا نقول لانه جالية بيهلك اصلا ما بينضف بالهين بيضال بين شو عيرات الفرشي سيليكون بيضال في زبدي او سمنة فهايدي الطريقة بحسة اخف غلبي وشلنا الكاف وكبيني بالزبالة اكرامكم الله وكانا شيئا لم يكن شلت هول المضربين لحتى جاليهم لانا شويتين بدي اعمل كريمة نزلت الخليط قديمكن شايفين قويمو كيف قويمو سميك فينا نعتبر وهذا حليب الجوز الهند كتير ناس بتستعملوا بدال الحليب العادي صدقوني انا لما شفت سعره بالسوبر ماركت انصدمت قالت لأ ماني مضطرة ابدا اني اشتري طالما طريقة صنعه بالبيت كتير سهلة متل ما قلتلكم حطوا كمية ثلاث ملاعق طعام بالركوي او باي كسرول وحطوا عليه كوب من الماء وغلوه وتركوه عجنب بدكم فيكم تصفوه بدكم فيكم تستعملوه مع الجوز الهند يلي فيه كماني حسب ما انتو شو بتحبوه هون رح داخل الصينية على الفرن بدي دخلها اه على درجة حرارة مية وتمانين حطيتها على رفن الصاني وبطل عليها كل شوي وشوي هي رح تاخد تقريبا من خمسة وعشرين لسبعة وعشرين دقيقة بالفرن برجع بقول من فرن لفرن بيفرق اه فبدو مراقب مستمرة اي وصفة كيك او حلو بتحطوه بالفرن بتكون اتضلو عم بترقبو هون بهذا الوقت بدي فارجيكن انا شو عاملي غدا لليوم الغدا تاع اليوم بينعمل يعني كيف بدي الكون هيك بلامح البصر اخرت ربطة خبز هدا الخبز اللبناني بعتقد هلا الخبز اللبناني صار منتشر بكتير دول عم لاحظ بدول الخليج او حتى انا باوروبا اه عمشوف اه كتير ناس عم بيقولوا انه صار متوفر الخبز اللبناني هلا عليك الحال ازا ماكن متوفر الخبز اللبناني استعملوا اي خبز انتو بتكون اياه وصلني الكفتة هلا كنت مو صيعة كفتة من عند اللحام الكفتة هي عبارة عن لحمة مفرومة وشوية بصل مفروم وشوية بقدونس مفروم وملح وسبعة بهار سبعة بهار هي البهارات المشكلة اللحوم بجهزهم عنده انا بجي لعندي جاهز خالص بس ازا انتو ببلادكن كماني بتحبوا تجيبوا اللحم وتابلوها عائدكن متل ما قالتلكون يعني كل كيلو لحم بدو ملعق الطعام بصل مفروم ناعم جدا جدا يعني ازا فيكن تبرشو ما تأثرو بس اجمالا انا بحب الفرن بالسكين بيعطي ناكها اطيب وملعق الطعام بقدونس او معدنوس وملح وسبعة بهار ما تكترو بهارات لانو بتضيع طعمة الكفتة وما تكترو بقدونس شايفين ولا اسهل من هيك بفتح رغيف الخبز وبدهن في الكفتة هلأ ازا ما كان متوفر عندكن الخبز اللبناني ازا جبتوا اي خبز تاني ما بينفتح من النص متل ما انا عاملة ادهنوه عوش الارغيف متل الخبز التورتية او اي خبز تاني انتو حابين تستعملوه ادهنو عوش الارغيف واطوووه عن نص هلأ اول رغيف صار عندي جهز بعمل بقية الكمية بنفس الطريقة فينا نحط بالفرن فينا نعمله بالمقلية انا بحس المقلية صراحة اسرع واسهل وبيعطيني هيك ارمى الشيء ما بيعطيني اياها الفرن ما بعرف انتو جربوا وكتبولي رأيكم بالتعليقات والناس يلي بتعرف هالوصفة كتبولي شو رأيكم انه انا كلامي ما ازبوط ولا لا انه المقلية بتعطيني طريقة بتعطيني نتيجة افضل من الفرن الفرن بحسو بيخشب الخبز بيخليه يتحمص يتحمق كيف يعني يتكسر يحطب المقلية لا بتعطيني هيك تحميصة على متل كانو اخصة مع عرشة الزيتون اللي انا حطيتها تحميصتها بتكون جدا لذيذة جربوها وكتبولي شو رأيكم طبعا حد هايدي الوصفة شو بيلبق بيلبق حمص بطحينة هلا لابين ما جهز الحمص انا عملته عائدي انا يعني ممكن اشتري معلبات سردين تونة بس اني اشتري حمص ولا ممكن مستحيل لانه بحس لا شكله طبيعي ولا قويمه طبيعي واذا فتحنا علبة الحمص اذا بيضل شهر ما بيعفن وطعمته بتكون انا بالنسبة لايلي غير محبزة فبجيب كيلو حمص بنقعه بسلقه بعمله بكياس وبحطه بالفريزة ساعة البدي بطلع كيس كيس برجع بعطيه غلوة بسيطة ع النار مع شوية ماء مشان يطري وبحطه بالفرامة بيطلع عندي نتيجته رهيبة نتيجته كريمية وطريتي انا بالحمص بطحيني بحط له حموض وطحيني اهلنا بالعرابي سمو راشي وشوية زيت زيتون وملح وبس اكتر من هيك ما بضيف اي شي تاني ونحطه بالصحان هايدي من المقبلات يعني ما فيني احكي لكم ادي فيها قيم غذائية عالية في ناس بتحط مع الحمص بطحيني توم سن توم واحد ما في غيره يعني لكل الجاط يلي انا عملته كمان بيعطيه تست لذيذ رح حطه عليه رشة زيت زيتون زينو صحن الحمص متل ما انتو بتحبوه رشة حار فيكن تجيبو الشوكة وتغطوه بالحار الحار البودرة وتزينو فيها طرف الصحن بيعطيه شكل حلو بالمطاعم هيك بيعملو عم فارجيكن شكل الرغيف الخبز يلي محمص بالمقلية شايفين انا شو كان قصدي بالفرن ما بحس اني باخد هايدي النتيجة فراحط رغيف ورا رغيف وكل رغيف يعني بعطيه هيك رشة زيت زيتون خفيفة فرشية بفرشية السيليكون هلا هون حتقولولي ليلى ليش عم تستعمل الفرشية مع اساس جالية بعزب جالية بعزب بس بالسمنة والزبدة بالذات لا اكتير سهل عم بيعمل عجنب هون في ناس حتفكروا هلا لسان عصفور لا افضا هيدا شعيرية بحب كمان اعمل شوية شربة خاصة لما بيكون الطقس في شوية لدعة برد بحس الشربة كتير بتطلع طيبة حد هيدا الوصفة وزا عملتوا هيدا الوصفة هل عم فارجيكن الكاكلة وين وصل تقريبا هوا بدوا دقيقتين وراح طلعوا من الفرن فكت عم لكم في ناس بتحب حد وصفة الكفتة بالخبز ياكلوا لبن الزبادي هلا ازا كان الطقس شوي شوب اكلوا لبن زبادي كتير طيب انا لانه في لسا شوية قرصة برد فبحب حدو الشربة هون عم فارجيكن امرطبين الزيت الجوز الهند بحب انا اضيف لحليب جوز الهند قدر ملعقة طعام من زيت جوز الهند بتعطيها بتعزز النكهة بتخلي نكهتها نكهت الجوز الهند يعني انا ما بحكي لكم هلا بالمطبخ خرافية انا بعدني عاجانا بعم كمل استواء ارغفت الكفتة وطلعت الكيك وسقيتها مباشرة بحليب جوز الهند يعني الكيك سخن وحليب جوز الهند سخن رجعت سخنته حطيت له ملعقة زيت جوز الهند وسخنته شايفين البخار كيف عم يطلع هلا بتركوا نعامه لو نعيشوا حيات ونيمتصوا السوائل والكيك تتشرب عننا للاخر لبين ما انا كملت عندي الغدا متل ما قلت لكم فيكن اتصفوا جوز الهند فيكن لا انا حبيت اني ما صفي تعطيها طعمي قطيب هيك بهايدي الوصفة بس بغير وصفات بصفي هون كمان الارغف كلها صارت عندي جاهزة وهيدي الشوربي ليالي حبي بيعرف طريقتها انا مجرد اني بحمص الشعيرية الشعيرية يالي منطبخها مع الرز بحمصها عن ناشف طبعا بتكون تختاروا طنجرة انها ما تلزق سيراميك تيفال جرانيت اي طنجرة معادة الالومينيو والاستلس لانه الشعيرية كتير بتلزق فيها وبرجع بضيف لها مرق دجاج ان كان جاي بهارات من العطار او مكعبات اذا انتو بتحب تستعملوا مكعبات مرق الدجاج كمان بيصير فقط لغير شوفوا شوفوا الكفتة بالخفز شكلها بيشاهي وحدها صحن الحموص انا بنفس الرغيف الكفتة هيك بغمسها شوي بصحن الحموص وبأكلها وفيكن تكلوا الحموص بخبز عادي كماني متل ما انتو بتحبوا نكتها كانت رائعة هون بعد ما خلصنا الغداء وبعد ما احمدنا ربنا الحمد لله والله يديما نعمي ويحميها من الزوال جينا نكمل وصفتنا للحلو الكاكة اكيدة عنا بردت تماما رح اخد عندي الكريم هدا الكريم دريموايب او فيكن كريم شانتية كماني بيمشي الحال فيكن تستعملوا الكريمة يلي بتجي فلت عند محلات اللي بيبيعوا المستلزمات الحلوانة فكمان فيكن تستعملوا بس بتكونوا تحطوا له سكر بودرة بتكون تسألوا صاحب المحال اذا كان فيه اذا كان محلة او منه محلة انا بختصر الطريق وبجيب من السوبر ماركت هدا لدريموايب بحط كمان عليه حليب فيه ناس بتحط له مي جربتوا انا بالمي ما حبيت طعمتوا ابدا طعمتوا بالمي بتاخدكن لنكهة تاني انا ما حبيتها يعني لزيتها اكتر بالحليب لا والحليب كامل الدسام فلانو ما عندي انا حليب سائل حطيت مي ورح حطله حليب بودرة هيك يعاد كأني انا حطيت حليب سائل لكلك ببيت مي بحطله ملعقتين طعم من الحليب البودرة هيدي علبة الحليب كانت لابني لما كان بعده عم يرضع فصرت كل ما تجيب كياس حليب بودرة فاضيبي هيدي العلبة مشان ما يضلوا بالكياس حدا اللي بريء كتير بحبه بيخافق الكريمة يعني ما بيترتش ابدا بالاول لما كانت اخفق الكريمة بالجاط او بالبول فكان دير من دار الجاط وحتى بري على المجلة كان يترتش الكريمة فهيدا اللي بريء اذا شفتوه عندكم بالاسواء اشتروه ما تترددو اذا انتو من الناس اللي بتحبوا تعملوا حلوة تحبوا بتخفق الكريمة فكتير هيك بيضل المطبخ بيضل طولة العمل محل ما عم تشتغله نظيف ما شايفين الكريمة ادي علي مستواها هيك صار كتير منيح ابوقف خفق لانوز خفقتها اكتر من هيك رح تفصل ما شاالله انا كترت الزيادة عن اللزوم حتى شايفين شو صار اول ما افتحت الغطا وقع شوي لبرة مانا مشكلة بنمسحها بالمحرمي وكأن شيئا لم يكن وهيدي الكريمة اذا بتضل بالبراد اربعة ايام بتضل بنفس القوام فكتيري بحب استعملها واحيانا بكتر شوي صغيري لربما تاني يوم عملت صلطة تفويكي او عملت كوكتيل الافوكال فرجاتكن ياه قبل هلأ يا الله اديش اجتني كومنتاته علي انو عنجات طريقتها سهلة وفي كتير ناس جربوها وكتير حبوا نتيجتها لانو كلاياتنا بنعرف الصلطة تفويكي ومنعرف السوس اللي بنحط معه وكتير تفوكي 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 تفو بس كوكتيل الافوكا مع الموز في كتير ناس انا بنبسط عن جد بس قدم وصفاته لاقي علاء قبال والناس عم بتجربها لأول مرة وعم تنعجب فيها يعني انا هده هو هدف الاساسي كان اني قدمش شي فيه تكون يعني حتى لو تحصلوا من كل فيديا ولو بمعلومة وحدي انا صدقوني رحكون كتير رضيانة الحمدلله حطيت الكريمة بشكل عشوائي على الصينية ما في داعي ابدا ان يحطوا بكيس حلواني ونزلوا بترتيب لا لا ابدا هيك بالسباتولا نزلتوا بشكل عشوائي بس شو كترت كميت الكريمة يعني بح بحتها خلت الكريمة كميتها محرزة تلبق لها لانو الكيك سمالة حتى انان احنا بيصيني ببايركس كبير والكيك نفش فبيلبق له انو الكريمة كمان تكون وفيرة فيها طحنت كمان شوية جوز عين الجمل وبزين في الوش هلا طريقة التزين دائما وابدا بيرجعلكم احبائي زينوا بالطريقة يلي انتو بتحبوها بتركب البراد فينا نقطع منها مباشرة بس فينا نتركب البراد وفينا متل ما قلنا انو نتركها لمدة ساعتين او لثلاث ساعات وفينا نعملها قبل بليلي اذا كانتين يوم يعني احنا عابلنا نقدمها لضيفنا وبتكون صارت غير شكل هون عم قلكن يلا حانا وقت التنظيف رح البس الكفوف وجل الجليات لانو المطبخ متل ما بيقولوا يضرب يقلب فلازم ننظف اول باول هلا الطاولة يلي وراي ما شاء الله متل الفل ما اجيت صوبة انا ابدا العجقة كلها متل ما شايفين عالمجلة حتى ارضية المطبخ نضيفة فالمطبخ اسم الله يعني بيشاهل واحد يشتغل فيه كتير بتكتبولي يا ليلى مع انو مطبخك كتير صغير كيف ما بتنعجقي مين قالكن ما بنعجق مين قالكن والله انا بنعجق متل متل اي ست بيت تانية متل ما شايفين الجلي اللي طلع من الغداء والجلي الحلوية اللي عملته فاذا عملناه اول باول شايفين ابدا كأن شيئا لم يكن صراحة اخد الجلي معي يا دوب يا دوب عشر دقايق اتناعشر دقيقة نشفتن ورجعتن للدكاك وكتير بتكتبولي يا ليلى ليش ما عندك شكة جلي انا ما بحب بلا شكة الجلي متل ما شفتوا مطبخي صغير انا ازا هلأ هون محل محطيتي الصينية ازا بدي حط شكة الجلي بحس انا رح يديقني بشغلي بالمطبخ فبفضل اني ما حط شكة الجلي والجليات اللي بيطلعوا عندي بنطرهم لينشفوا برجع بنشفهم انا بمنشفي خاصة للمطبخ وبردع الدكاك اسم الله عندي دكاك كتير بالمطبخ بردع الدكاك وبيضل المجلة هيك السطح فاضي انا هيك زوئي بحب على طول سطح المجلة يكون فاضي فلنرجع للكيك تابعنا متل ما شفتوا كان متاكل مننا الجماعة عننا الحمد لله الله يحميهن ورأيته قلف صحة وعافية ما نطروني لحتى اني اعمل الاوترو واقطع الكيك قدامكن لا بدنا ندوء اولا وشكلها بشاهي فقطعت اللون متل ما شفتوا كان ناقص يعني يا خجلتي منكن الصينية كان ناقص تقريبا شي ثلاث قطاع فقطعت هلا قطعها قدامكن زي انت بسوس الشوكولات وحدة فنجن نسكافي او اي فنجن فنجن اي مشروب ساخن انتو بتحبو او مشروب بارد هيدا الشي بيرجع لزوقكن وشكلها بشاهي ما تقولولي شي رائع اكتبولي تحت بالكومنتات اذا جربتوها وبعد ما تجربوها اكتبولي رأيكم برجع بقالكن يلي ما بيحبز طعمة زيت الزيتون استبدلوه احلى ما تحسوا بنكهة مش طيبة من بعد ما تتعذبوا وتعملوها وتحطوا كل هيدا المكونات فمن الاساس اذا انتو ما تكون من الناس يلي بيحبوا زيت الزيتون بالحلويات استبعدوه حطوا محلو زيت نباتي او زبدي وبأكد لكم رح تاكلوا حلو يعني غير شكل اخصة محبين جوز الهند رح تعشقوها لهيدي الوصفة هون حبيب قلبي انا رح ينتهي الفيديو تابعي لليوم بتمنى من كل قلبي اني ماكن وجعت لكم رأسكم بكل هالحكي اخر شي بدي اقلكني اني بحبكن كتير وبتشكركم على كل كلمة حلوة عم تكتبولي ايها ملتقانة بفيديو جديد بإذن الله باي